الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وتاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلها رؤية الفأر الرمضي في المنام تكون إشارة على وجود امرأة صارقة في حياة صاحب الرؤية والله أعلم رؤية الفأر الرمضي في المنام علامة على زوال النعمة والبركة من حياة صاحب الرؤية والله أعلم الفأر الرمضي في المنام علامة على المال الوفير في الحياة ولكن سيتم سرقته من صاحب الرؤية والله أعلم الفأر الرمضي على فراشة الزوجية تكون إشارة على الزوجة الفاصقة في حياة صاحب الرؤية والله أعلم رؤية الفتاة العزباء للفأر الرمضي علامة على دخول لص في حياتها والله أعلم الشب الأعزب الذي يرى الفأر الرمضي في المنام علامة على وجود امرأة فاصق في حياته تريد أن تؤزيه كثيرا والله أعلم رؤية المرأة الحامل للفأر الرمضي في المنام علامة على التعب النفسي الذي تعيشه بعد الولادة والله عز وجل أعلى وأعلم رؤية الفتاة العزباء أنها ترى الفأر الصغير في المنام تكون إشارة على العديد من المشاكل والأزمات في حياتها والله أعلم رؤية الفأر الصغير في الحلم يدل على عدم الاهتمام والتجاهل في حاجات كثيرة في حياة صاحب الرؤية والله أعلم إذا رأت العزباء أنها تجري من الفأر في المنام علامة على وجود العديد من المشاكل في حياتها والله أعلم رؤية الفئران الصغيرة تجري من حول صاحب الرؤية تكون إشارة على وجود العديد من الأشياء المزعجة في حياته والله أعلم عندما ترى المتزوج الكثير من الفئران الصغيرة تكون إشارة أنها ستتخلص من كل مشاكلها والله أعلم رؤية المطلقة الكثير من الفئران الصغيرة على وجود بعض المشاكل والخلافات في الحياة والله أعلم